كما يعلم الجميع أن الساكينة اليوسفية بأننا خمسة شهر تقريباً والإقليم ما فيش ولو حالة وحدة دي الكورونا مع المناسبة دي العيد جوا الناس زيارات الأهل دي يعني وصلنا لدخلوا عندنا حالات بدورتي تكاتروا دونك اليوسفية اللي دبا وليت يعني الأحيات قريباً كلها يفيها حالات دي الكورونا دي الفيروس كورونا المستجد ودبا عندي واحد نداء خاصة الشباب دي الإقليم اليوسفية كاملين لأنهما هم الركيزة الأساسية وهما اللي يمكن يدوز هاد المساج للوالدين ديالهم وهم اللي يوقفهم على الوالدين ديالهم وكان طلب منهم يعني باش ينقصوا شوية من يعني الاجتماعات ديالهم تلك أن تكون خفيفة جداً وهذا غادي ينفعنا بزيب باش نتعاونه نحن هم من جهة ونحن من السلطات المحلية رقيمها بالدور ديالهم خاصة السلطات الداخلية ووزارة الصحة والقياد يعني اسمتهم القوات المساعدة والأعوان السلطة يعني كله من جيته يعني لكي أن اللجنة اليقادة دائماً تؤكد على التزام بالقواعد النظافة غسل يدين بالماء والصابون والنظافة الصحية والانخيرات في التدابع الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية مع ضرورة استمرار في الالتزام بالضوابط التباعد وارتداء الكمامة يعني كورونا رابق معنا يعني الإنسان يحاول يستعمل الكمامة يدير التباع الاجتماعي وحاول ما أمكن يعاوننا يعني أنا نداء ديماً موجهنا للشباب لأن الشباب هؤمن اللي كيخرجوا بزاف وذلك شيوتي يدخلوا للمنازل ديالهم بحاولوا ما أمكن يحتارسوا شي شوية